براحب حضراتكم حلقة جديدة من ماما شادو في الاقوان الاخيرة ظهر عند الاطفال تأخر الكلام وامهات كتيرة جدا بتشتكي ان ولادها ظهرت عنده المشكلة دي فهل المشكلة دي بتكون ظهرت نتيجة ان الام بيكون عندها خطأ ان هي ما قادرتش يتنمي اللوها عند الولاد طبعا هي ممكن تكون ده سؤال هي بيخطر على بالها ولكن في الاصل فعلا دي حقيقة ان ممكن الام تنمي اللوها عند الاطفال قبل ما تظهر المشكلة اصلا لان احنا دايما حتى بنقول كده لبعضينا ان الوقاية خيروا من العلاج فهل فعلا ممكن ان احنا نقدر ننمي اللوها عند الاطفال قبل ما تظهر المشكلة فعلا ده اللي هيكلمنا عليه النهاردة الدكتور اسلام سعيد اخصائي اترابات اللغة والكلام وحنرحب بيه مع حضراتكم اهلا بكده دكتور هو فعلا ممكن ان احنا نقدر ننمي اللوها عند الاطفال في السن الطفولة المبكرة قبل ما تحصل المشكلة اصلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله واصحابه طيبين طبعا حضرتك يعني احنا بالطبيعي الوقاية خيروا من العلاج وده لو خدناها بكل حاجة في حياتنا هنحس ان هي ايه فعلا ده وسيلة كبيرة جدا جدا ان احنا نقعي في المشكلة سواء كان تأخذ الكلام او سواء كان في امراض مزمنة فبالنسبة لتأخذ الكلام احنا ممكن الام عندنا فيه نوعين من اللغة عشان تطمن او سين تعرف ان الطفلها فعلا تقدر او ما تقعش في مشكلة تأخذ الكلام اول حاجة عندنا لازم نفرق بين نوعين من اللغة الاول فيه نوع اسمه لغة استقبالية ايه هو اللغة الاستقبالية دي ان الطفل يكون عنده حاصيلة لغوية تساعده ان هو يتكلم مثلا ان الطفل عارف اجزاء جسمه عارف ايده عارف شعره عارف عينه عارف ادوات المنزل عارف الخدروات عارف الفواكه يكون عنده حاصيلة لغوية تساعده ان هو يتكلم والام في الفترة دي بتبدأ تهتم في اول سنة اللي هي تنمي اللغة واتعرف الطفل لحد سنتين تبدأ يتنمي وتعرف الطفل ده وتعرف ده وتعرف ده كل حاجات الموجودة في البيت أو الطفل بيتعرض لها وشوفها إن هي تعرفها له بحيث لما أقوله فين يا بابا باب يشوف يباك يبص بعينه فين كرة يقرف الكرة بعينه ده كده إحنا عرفنا إن الطفل عنده لغة استقبالية كويس هنيجي عن النوع الثاني واللي هو اللغة التعبيرية طبعاً اللغة التعبيرية هي هو الطفل بقى ينتقل الحاصلة اللغوية اللي كانت عنده تمام؟ طب اللغة أصلاً بتدخل على كام حاسة اللغة بتدخل على تحت حواس أول حاجة الحاسة إن هي إيه؟ إن الطفل يسمع طبيعي طب الأم بتعمل إيه؟ بإن الطفل بتطمئ الأول على حواسه سليمة وبعد كده تدخل على إيه؟ على حاسة البصر لأن الطفل بشوف مخارجي حروف كويس ولا أه؟ بعد كده على حاسة اللمس وده لك ممكن نستغربها شوية ولكن إحنا ممكن لو حمس هنحرف البا أو س أو ك بابدأ أن أنا أقعد مع الطفل وابدأ أدربه طب الأصل في الحاجات دي كلها إيه؟ التقرار في التدريب مش أقعد مع الطفل لخمس دقائق يعني أدرب البلد حتى لو ما عندهش مشكلة أبني من المشكلة تظهر أصلاً بالضبط كده أنا بابدأ أنامي عطول قاعد مع طفلي مش أكون مسكة تابلت وكون قاعدة سابة ابني ما هو مسكة تابلت وقاعدة أو أسيب ابني أروح الشغل وأسيب ابني قاعده قدام التلفزيون ولا أسيبه لا ده مشكلة لا نقعد مع ابني وعرفه كل حاجة حتى لو هو مش مدرك بيخزن عنده بيخزن حاصيلة لغوية بتساعده بعد كده أنه هو إيه؟ يبدأ أنه هو يعبر بطريقة إيه؟ بيخزن في الزكرة يا دكتور؟ بيخزن اللغة بصفة عامة أصلاً كلامنا كله أحنا نتكلم جهازنا عاصل مركزي من مخنا مش متكلم ببقئنا بقئنا دي ما هو إلا وسيلة بتخذ الكلام تمام حضرتك؟ فهو الفكرة الأساسية في أنه نطور اللغة أو ننمي اللغة للطفل باستخدام إيه؟ اللغة الاستقبالية واللغة التعبارية طيب أنه يعنيهم كويس؟ نبدأ بقى الأم تواب مع الطفل فس تو فس كده وتبدأ تعرفه بقى باب شباك وتبدأ تكرر الكلمة أكتر من مرة بحسن من يا عسن أقل شيء دي بحسن بالطفل فعلاً تترك المخرج نفسه باب باب أطفال بصفة عامة أطفال بصفة عامة أطفال بصفة عامة ومنهم طبعاً أساسي إحنا عندنا الأطفال زور كدارة خاصة طبعاً بلازمهم إيه؟ تأخر في الكلام زي ما إحنا عارفين طبعاً ده ينطبق عليهم يعني إحنا برنامجنا بتناول فئة مهمة جداً جداً ويعني طبعاً أنا أشكر حضرتك على تناولك الفئة دي لأن قلما لما نلاقي حد يهتمي بيهم ويعني ده كله في مزال حسناتك أولاً زي أدل إحنا بنعرض على الرأي العام إن هم يعني اهتمموا بالفئة ديت في الفترة القادمة إن شاء الله طبعاً نساة الرئيس بيهتم بالفئة ديت دايماً وبيليهم مؤتمرات دايماً دايماً إن شاء الله في تطور فرقية بإذن الرحمن الرحيم إن شاء الله الأدوات اللي إحنا ممكن بقى لاستخدمها في الأطفال فيه ممكن لأم تستخدم أدوات تمام؟ الأدوات ديت هي طب فحالت يا دكتور إن هو الطفل مستمع أصلي يعني ممكن يكون عنده عقصة معي أنا بقى ده واحد تاني عنده أوتزم طب وهي مش عارفة إن ابنها لسه مكتشفتش بقى أنه عنده عقصة معينة هلها تقدر فعلاً تنمي برضو؟ يعني عندها مشكلة أصلاً مش كافة بيها حينا حضر بك لو طفل زرقة وقاعة ما بسمعش خالص أصلاً عصب السمع عنده ما فيش موجود خالص بيبدأ إنها ينمي بطريقة دي يعني مش موجود خالص أنا بعمل وقاية ببدأ لأنا بلد من مشكلة 90% أخليها مثلاً 25% 20% أنا ببدأ لأنا إيه؟ أكبر قادر من كلاً أنا بطور قدرات الطفل اللغوية عشان حاطب ما يقعش في المشكلة اللي بعد كده طب دكتور إيه هي بقى الأدوات اللي الأمة هتستخدمها في البيت عشان نحاول نخليها تساعد الأخصائي في العليج عشان تنمي اللغة بقى هو حضرات إحنا الأم دي في الأول خالص أصلاً هي كده مش محتاجة أخصائي بتعمل حاجة وقاية أو كوقاية اللي وحدها كده من غير أي دكتور ما يقولها على أي إرشادات هي بتاخد الخطوة دي يعني كحافظ مثلاً ليها أن هي أبناء يتكلم بسرعة أو تبعيده عن أي مشكلة جاية له تمام هو إحنا الأدوات اللي إحنا ممكن نستخدمها طبعاً ده كله قبل ما تعيده على أخصائي طبعاً بعد كده لازم تتبع أرشادات أخصائي متخصص في أن هي استخدم الأدوات الزي ده لو هي حادثة أن في مشكلة أيضاً لو في مشكلة أما ده بنا نلجو قائد بنا نلجو قائد لتنمية اللغة قبل حدوث المشكلة بالظبط كده أو لتجنب ممكن نقولي يا دكتور لتجنب أيها طبعاً لتجنب حدوث مشكلة بتأخر الكلام بالظبط كده عدريتا بص إحنا هنعمل إيه الأول فيه ثلاث أنواع من الوسائل اللي إحنا ممكن نستخدمها إن أمكن في الأول حاجة طبيعة إيه هي الطبيعة؟ أنا مثلاً عايزة أعرف طفل البقرة طبعاً البقرة مش متاحة قدامها عطول فببدأ اللي أنا أجيب إيه؟ مجسم ده نوع الثاني من الوسائل أول حاجة طبيعة الحيولات المجسمة أيوة أول حاجة الطبيعة مش بوجوده الطبيعة ببدأ اللي أنا أعرفه إيه؟ على المجسم المجسم ببدأ أعرفه أنا الطفل اللي قاعد قدامي وأنا بدرب الطفل أنا هدف اللي أنا أعرفه كلمة عرفه اللي أنا كلمة واحدة بس ما ينفعش أعدي كلمتين وأنا بدربه مثلاً بقرة تاكل دي السن كيم ده ده لا على حسب المرحلة اللي أنا بدربه لأ إحنا قبل كده تكلمنا على جدول نمو اللغة بحلقة اللي فاتت أيوة وتكلمنا وأعرفنا على جدول نمو اللغة إيه؟ والطفل إمتى بتأخر وإمتى بتكلم وأوضحنا إيه؟ جدول نمو اللغة دلوقتي إحنا بنقول إزاي نشتغل إزاي نقوم تقتوا عدوا بمعدنها وتدربه أنا بدرب الطفل ابني بقول جملة من كلمتين أنا عايز أدربه جملة من ثلاث كلمات ببدأ لأنا إيه؟ أتكلم جملة من ثلاث كلمات ممكن أقول أربعة بس من فعش أنه أنا أقول خمس كلمات تمام حضرتك؟ في الأول إحنا قلنا الأدويات هتبقى للحاجات الطبيعية المجسمات الصور ممكن أجيب صور يعني كارت كهة صغيرة موجودة عليه الهدف لأنا عايز دربه باب شباك حيوانيات خضروات أي أن كان تبقى مجموعات اسمها مجموعات ضمنية مجموعات ضمنية بتشمل كل الحاجات المحيطة يعني كلمة أخف شوي عشان الأم كلمة مجموعات ضمنية صعبة عليه تروح تسأل عليها تقول إيه؟ عايز أأخذ إيه؟ لو بتسأل بتروح المكاتب بتقول أنا عايز أصور بتشمل فيها الخضرات أقول عليها أهمت الفواكذ الأفعال ليه هأكل أشرب أنام أقعد أجري أشوت ده كل إيه الأفعال الحيوانات الطيور ألبة المنزل المواصلات مجموعات كتير جدا بتروح المكتبة بتقول أنا عايز أمجموعة المواصلات عايز أمجموعة الخضرات عايز أمجموعة أجزاء الجسر بس صح مجموعة كروت مثلا أيها بالضبط بس الأفضل زي إحنا قلنا حاجات طبيعية بعد كده مجسمات مجسمات وبعد كده ما فيش مجسمات صور تبعي؟ يعني تقول مجموعات موجودة في المكاتب كلها بس في مكاتب متخصصة لحاجات التنمية لمراض الأطفال طبعا يعني دول متخصصين ممكن لهم يفيدوك لانت زي تستخدميهم أكثر الأدوات بقية دكتور لتستخدمها إذا قلنا المجسمات إي تاني؟ المجسمات حضر لك إذا ما قلنا المجسمات بالصور تبعي؟ والطبيعة زي إحنا قلناها ما فيش الطبيعة للولد ينزل مثلا حديقة حيواني ينزل يشوف مكان عام في شجرة في أي حاجة خاصة بالطبيعة بحيث أن هو يربط بين الطبيعة وبين اللغة طبعا طبعا ايه تاني يا دكتور الأدوات اللي ممكن لأم تنمي الأدوات اللي ممكن تستخدمها طبعا فيه أدوات بعد كده ثانية خاصة باللغة المتخدمة زي مثلا فيه مجموعات متخصصة أساد زملاء عاملينها المجموعات ديت بيقدرها من هي مثلا زي مثلا أفعال مسلسلها ثمنا الفعل نفسه فيه أفعال مثلا المذكر والمؤنس فيه أفعال المفرد والمسلسل والجمع كل دي طبعا بتشمل كل الحاجات دي لو ترحت المكتبة طبعا هو الأفضل أنه أنا أول نحس بمشكلة قبل لألجأ لأخصائي الأخصائي هاي بيقولك أنت عايز كذا لأن الأم مش ملهمة مش ملهمة بكل الأدوات الممكن مش ملهمة مثلا بالأدوات الأفضل لو فيه علاقة بأخصائي تكلموا في الفون كلهم متعاملين مختاربين جدا وبتعاون أي أم بتخيبتغطوا الخطوة أنها تروح لأخصائي فإحنا بنعمل كده الحلقة دي النقاردة مع حضرتك عشان ننمي اللغة من خلال تدريب الأم فهل هي عتقدر تدرب وهي أصلا مش متدربة نعم حضرتك أنا حنا أنا بابدأ لأنا أمسك ابني وطول اليوم وليمشي تعال يا فغوس ده باب ده ولد يلعب ولد يلعب وأنا بدرب طفلي عشان نباحنا بس صورة سريعة كده لنورة تدريب نفسه دكتور يا ريت حضرتك تتوضح لنا كده كأمثلة حضرتك زي بتتعامل في الجلسة أو أن هي تعمل إيه مسل لنا كده حضرتك بص حضرتك إحنا الأول وإحنا ندرب الطفل ما ينفعش يكون حد موجود حواليا عشان الطفل ما يحصلوش إيه تشتت انتباه طبعا بقعد معاه بيكون أنا الطفل في وش عطول مستو فيس ما فيش اختلاف بينه وبين غالص طبعا بابدأ لأنا بعرفه الحاجة لو قلت لأولد كورا 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 صوت روتيني الطفل مش حيست وصلوا للمعنوية أما لما أدربه بطريقة سالسة كده وبسيطة أن الطفل يكون عنده رغبة أو عنده قدرة أنه هو فعلا يكون عنده استجابة حاجة السرعة السمعية وبصري أنه هو يسمع فعلا عنده قدرة أنه هو يسمع أمه أو يسمع أو يسمع بابا اللي هو بيدربه فعلا الموضوع يدخل معاه بصورة إيه مجموية وأنا أدرب الطفل بيكون أحد معاه ما بعديش أكتر من دقيقة ثلاثة دقيقة في الحاجة اللي ما أدربه عليها عشان مملش تمام أنا ممكن أكرره كذا يوم كذا في اليوم نفسه ولكن ما إيه مش كل حبة إيه أكرره عشان طاطر بالطفل ما مملش منه هنبدأ هذا في لنا ما أدربه مثلا على كرة مثلا ووسلا وإليه كون شباك وإليه كون مقشة حاجات في البيت كلها حاجات في البيت أمسك إيه أمسك مقشة أمسك مقشة في نوعين من اللغة مهمين جدا اللي لازم أحطه في المد في حاجة أسمعها معاراتنا قبل اللغة اللي هي أهم شيء اللي هو تقليد تقليد طفلي قلد الحركة أمسك مقشة وقلد حركة مقشة أصفر الصفارة وأقلد أشرق ميا طيب التقليد ده شد بإيه دكتور يفيد أنا معنى لأنا قلد معنى لأنا أردت حركة إن شاء الله هقلد صوتي بسهولة جدا مع التقليد مع التقليد ما هتكرار إيه التدريب مع الأم أشرب أشرب ميا أشرب عصير أشرب وأبدا أكرر تنغم الصوت عشان تحب ولد في المنات يقول الزهرة كده إن هو يقعد ويسمع الصوت ويتكلم وإن شاء الله بإذن الله يعني ربنا يا ربي يعافي أفوالنا كلهم ومنقعش المشكلة ده فالأمهات تهتم شوية وبلاش إن احنا نهمل أولادنا وطبعا أولياء الأمور طبعا مش معها كده نشيل الأمهات بس لأ أولياء الأمور ليهم دول كبير جدا مش يجي من الشغل يقعد ويسيب أولاده لأ طبعا يتشارك مع أولاده يلعب معهم تعالا نقعد هنا ويخده ويمشي ويتفسح معاه ويخرج معاه طبعا ده دور كبير جدا 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 للأب الابن بالذات بابا محتوي هتلاقي نتيجة مفيش بعد جدا في أولياء أمور داما الواحد يفتخر فعلا سواء أم أو سواء أب أو سواء البيئة المحيطة اللي حوليهم جد أو أخ ربنا يبراكلوهم فعلا الناس ديت يعني هم الأم اللي بتربي فعلا الأم طفل زوية القدرات الخاصة الأم ديت طبعا كلنا عارفين أنهم يعانوا أدية الناس دي بتعني معاناة ربنا يعلم ديهم ربنا يعني أكتر واحد هو رقيب عليهم هو ربنا فعلي نسأل الله يعني يعني إيجي عزيزيك في مزال حساتهم إن شاء الله دكتور في حزيزك بتقول أن في أدوات الأم بتعملها علشان تبتدي تنمي اللغة طبعا هي بتستخدمها بدون أي توجيه من أخصائي أو أي حاجة إحنا نعرض في حلقتنا يعني بنعتبر بنقدمناها حلقة تدريبية إيه الوسائل التانية اللي ممكن حضرتك تقدمها للأم عشان تقدر تدرب ابنها على الكلام حضرتك إذا ما إحنا قلنا إحنا الوسائل اللي إحنا إن نستخدمها في التدريب اللي عملي طبعا إحنا لو تكلمنا عن وسائل إحنا ممكن مش كيفناش حلقات كتير جدا 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 إحنا ممكن نعمل خطة للبرنامج إن شاء الله نعمل جلسات أولاين جلسة أولاين كده أكلم عين مع طف ونشتغل معاه إزاي بس طبعا ده لا يغني عنده أخصائي أكيد المركز اللي تروحي من أم أو المركز اللي يروحه والأخصائي ما يدروش إرشاد إن هو يشتغل إزاي ما تروحلوش تاني هي حتة الإرشاد دي يا دكتور مش موجودة في كل المركز لا 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 المركز مشتغل إرشاد بلاش بده خلص أمهات بعت لنا على الصفحة بتقول إحنا بنروح ناخد جلسات التخاطب لما بنكتشف إن ابننا عنده مشكلة ولكن الأخصائي بيرفض دخول الأولياء الأمور طبعا هم مش عارفين لي حضرات بتقول عشان ما حصلش تشتت انتباه للطفل طيب هو المفروض يبقى لها هي قسط من الوقت على ألال ربع ساعة بتقول لي يعني أمي بعت على الصفحة بتقول أنا بشوف الأخصائي وأنا ماشي خمس دقايق وممكن أعود معاه دقيقة فهمت إيه وبعد كده يرجع يعتمد علي اعتماد كلي إن أنا أرجع مع الولد الجلسة وأنا مش متخصص والطفل بيحضر الجلسة نص ساعة النص ساعة غير كافية مثلا إحنا في اليوم عندنا 24 ساعة فغير كافية جدا إنه أنت الطفل يقدر يستقبل كل حاجة الأم 8% من العلاج هي 8% وغير مؤهلة أو مدربة هو بقى دور الأخصائي اللي هو لو حد متعلم صح ودوره إنه هو مثلا بيقدر إنه هو أخذها كأمانة كأمانة إنه هو يوصل الرسالة لو لقي الأمر إنه هو يدرب الطفل إزاي بيبدأ إنه يعني حط خطة علي جاية والأم بتشاركوا في الحطة علي جاية دي وكمان تاني كل آخر جلسة مش هقول في مساء ربع ساعة خمس دقايق بس أوضع إحنا هارضا تكلمنا في إدينا الأفعال النهاردة وإدينا المعكوسات وإدينا المهن وحضرتك إن شاء الله في البيت بتعمل لي واحد واثنين وثلاثة وتعالي حضرتك وقعودي كده أحنا عملنا يين نهاردة طب ولكن جلسة كنا منطلع حرف الكاف فغيرك احنا كنا منعمل نهاردة منطلع حرف الكاف النهاردة فغيرك ممكن تستخدمي الخافض وتخطي اللسان وبعد كده تحس الطفل الحرف بيخرج ازاي بالراحة كده وبهضو الأم بتتقبل وأنا بيجي أولياء أمور بيقولين احنا بضلنا سنين مع مراكز وما دخلناش ولا شوفنا حتى الأخصائي ده اللي كل شهر مرة هو يعني بيستلم الأمور المادية مني بس فعلا نحاقية فده يعني حاجة مش يعني مش كويسة خالص في صالح المهنة اللي هي المهن التربية الخاصة ليني هي مهنة إنسانية قبل ما تكون مهنة خاصة بالجامعة المقبود أو إلى غيره سمع حضرتك هو دكتور المفروض بقى احنا من خلال برنامجنا هنا إن احنا عاوزين مع حضرتك إن شاء الله في الحلقات اللي جاية نعمل زي دورة تدريبية أو خطة للأم إزاي تقدر تبقى هي عايزين يقول إن هي بتساعد مش عايزة يقول إن يبقى الحمل كلها يعني الحمل البرنامج بتاعنا هنا إن هي تقدر تكمل العلاج والجلسة مع الأخ الصائد ده اللي إن شاء الله حيبقى مع حضرتك بقى في الحلقات اللي جاية نحن نعمل أم جديدة كده نعدها إزاي تبقى مدربة لابنها في البيت من ده بالوقاية خير ومعلاج دكتور عايزين نشوف إيه تاني وسائل ادينا مثلا أمثلة حضرتك الوسائل في مجموعات حضرتك متخصصة في تأهيل مثلا هنتكلم عن تأخر اللغة بعينها زي ما إحنا قلنا في حضرتك مجموعات ضمنية المجموعات ضمنية دي دورها إن هي بتلم جميع الوسائل اللي ممكن نستخدمها من أدوات منزل من أدوات طعام من طب خلينا في الأول مثلا حضرتك زي ما إحنا قلناها بكده اللي هو الطبيعة والمجسمات والصور إحنا الوسائل الأساسية اللي إحنا ممكن نستخدمها خليناها في الطبيعة حاجات طبيعية أفضل ما كانش بالمجسمات خلينا ننبذ عن الصور بقدر من الإمكان طبعا الصور دي من الجلالها في مراحل متقدمة من اللغة حضرتك الزباح نقولنا الكلام ده بكده تمام وإن شاء الله بإذن الله الوسائل دي لازم نستخدمها في خلال فترة معينة لأن مهما راحت مكاتب المكاتب مش هيقدر وصلها لازم تخصص على حسن المشكلة إيه بالزبط على حسن ما نقدر أول فخلينا الأول في مكعبات فرز الألوان نفرز الألوان في البيت خلينا في الصور ممكن نصلنا في المجموعات دي حيوانات دي طيور دي فواكه دي خضروات ممكن نجيبهم في البيت عندنا طبعا فيهم إنهم حاجات إحنا كده في التدريب اللي إحنا هنعملوا ليها علشان تقدر تساعد حضرتك وتساعد كل الأخصائيين طبعا اتشرفت جدا النهاردة في حضرتك دكتور وحلقة كنت مميزة وإن شاء الله تكون معانا في حلقات تانية في نهاية اللقاء أو الفقرة بشكر دكتور إسلام سعيد أخصائي اضطراب اللغة والكلام شكرا شكرا نتلع مع بعض تقرير ونشوفكم بعد التقرير اشتركوا في القناة حال فينا القوم أيامنا مع ناس دايما نحس بينا دا حياة ولا دنيا هتلسمنا والضربة اللي ما ديكتلش تقوينا طبعا طبعا قادر نعملها طبعا نقتر على الدنيا بحلها والسكة اللي جمان صعبة أو إلها ما بعدنا من تاكد هتكملها طبعا طبعا قادر نعملها طبعا نقتر على الدنيا بحلها والسكة اللي جمان صعبة أو إلها ما بعدنا من تاكد هنكملها هنا سدد حلمي وبدأت قالوا عني زمان موهم بي ضياوات لا يوم سلمت ولا استسلمت ووقعت وقمت وانبارة فرد الوات هنا أشي من جوة ده اللي بيديني القوة في طريق مشي وزيني سابق من هنا قررت بعد ما فكرت أمشي عصا وعرفت أنا لما كبرت إن اللي تفكر في أزمك نخوفك مني ومالوش لازمة وقاتي في عصا بي قرد وإللي زمان دا حكوا عليك شوفهم دلوقتي بيداروك صفهم فورا هنوا عليك اخسروا بسبب أنا ابني مصر أنا ضد الكس أنا رافع رأسي تملي الفوت كل العمر أنا ابني مصر قلبي نس ما أقدرش أعيش أبداً يوم كل ونحر شفت الأزمات ومواقف ملع الشعر بس السطبات برحب بحضرتكم مرة تانية طبعاً النهاردة أنا معي بقى نموذج من زاوي القدرات الخاصة فنان شامل حب التمثيل بيحب يغني بيعمل حاجات بصراحة حتى صوته في القرآن تحفى صديقي بقى وحبيبي اللي معي النهاردة شارك في حفل القدرون باختلاف وسوته كان رائع جداً جداً يعني أنا بقول كده دا العندليب الصغير يعني فنرحب بيه مع بعض ورحب كمان بقى بمفاجأ معي اللي هي مامته طبعاً اللي هي صراحة الأيقونة أو أيقونة النجاح بالنسبة لابننا الجميل عاصم أهلاً بيك حبيب أهلاً وسهلاً الله يخليك زي حديك يا فندم منورة طبعاً أنا برحب بيكو جداً في البرنامج وإحنا فرحنين جداً بعاصم والمجهود اللي حضرتك قمت بيه طبعاً واضح جداً طلعت لنا بطل جميل ولسه كمان كل ما يكبر هيبقى أحسن وأحسن فبجد بجد أنا بشكرك وربنا يعني يزيد من أمثالك لأن فعلاً الولاد اللي زي ولادنا بيبقى محتاجين إيد تشد بأديهم فلو ما لقوش الإيد دي بجد هم بيتأخروا قبل ولكن لو لقوا حد ياخد بأديهم بيكون أحسن كمان بيتفوق على أولاد النورمان طبعاً إحنا بقى النهاردة عايزين نسمع يا بطل منك كرآن بقى سمعت أن صوتك بقى كده بيقول عبد البسط والكلام ده فعلاً أيوة فعلاً بالزبط أشوف بقى الأول إحنا نعرف الجمهور عليك اسمك إيه بقى أنا اسمي عاصم محمد عبداللطيف في سنة كم؟ أولى عدد إن شاء الله عندك كم سنة؟ 13 سنة طيب وطبعاً حضرتك والدة طبعاً ابننا الجميل مدام هدى اللي عام لكل الشغل الجميل ده مع ابننا هم نرحب بي يلا نسمع الكرآن يلا بينا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي إن الله وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا سدك الله العظيم الله سدك تحفى عايزة أسمع فقط عشان ببرنامج قرب يخلص عايزة أسمع ملك أغنية كده بسرعة كده جميلة حسدوني وبين فانيهم بناطفاك وحنانك ليا حسدوني وبين فانيهم بناطفاك وحنانك ليا وعزابي فيها وكيرديهم وياريتك بتعذب فيها الله مكتوب عليك بيني العاشي بدمعينه اني الحنان أمورو ما يدر ايت في شجون ويقول دباسي يرضيني وقلبه مش خالص لي حسدوني حسدوني الله ايه الجميل ده لا صوتك تحفى بجد يا عاصم والفضل طبعا لله سبحانه وتعالى سم للأستاذة هدى بص بقى يا عاصم عشان وقت البرنامج قرى بيخلص انا عايزة تقول الدعاء بسرعة في كده كان ثانية كده علشان ايه بيكلبوني في الفيس يلا اقول الدعاء اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت بس هو كده صوتك جميل قوي بس انا لازم اعمل لك حلقة تانية لان انا بصراحة الوقت خلص مني فطبعا بشكر عاصم حبيبي وبشكر استاذة هدى نورتيني وليكم حلقة عندي تانية لان معلش انا بعتذر على الوقت ما كافيش في نهاية الحلقة بشكر حضراتكم وشككم في حلقة جديدة من برنامج ماما شابي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة